سيدة الواشف عاوزين نعرف سيدة المشاهدين الفرق بين الطالب المقاتل والمحارب والطالب المتخصص لدينا ثلاث أنواع كما ذكرت من الطلبة المتقدمين أولا الطلبة الحاصلين على السنوية العامة ثم الطلبة خريجي الجامعات المصرية الحاصلين على البكاريليوس أو الليسانس ثم الطلبة خريجي الجامعات المصرية الحاصلين على البكاريليوس أو الليسانس بالإضافة إلى دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه النوع الأول حصلين على السنوية العامة ده شرط أساسي بالنسبة له أن لا يتعدى السن عن 21 سنة في توقيت الالتحاق بالكلية مدة الدراسة 3 سنوات ميلادية بتعادل 4 سنوات دراسية بيتخرج بعدها على ردبة الملازم النوع الثاني وهو خريج الجامعات المصرية الحاصلين على البكارليوس أو الليسانس ودول بيطلق عليهم الجامعيين المحاربين ودول من الزكور فقط شرط أساسي بالنسبة لهم أن لا يتعدى السن عن 24 سنة للمختلط و25 سنة للمهندسين مدة الدراسة 2 عام ميلادي بينضمها للطلبة إلى كليتين فقط وهما الكلية الحربية والكلية البحرية بيتخرج بعدها الطالب على ردبة الملازم النوع الثالث وهم الطلبة خريج الجامعات المصرية الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه ودول بيطلق عليهم الطلبة المتخصصين ودول بيقبل منهم زكور أو إناس شرط القبول بالنسبة لهم بالنسبة لأطباء البشريين والأسنان الحاصلين على الدبلومة أو الماجستير على ردبة طبقا لدفعته في السنوية العامة من خريج كلية الحربية